احضنت المكتبة الرئيسية بولاية تندوف يوم الاربعاء جلسة دينية علمية بعنوان تحري ثبوت هلال رمضان بين الرؤية الشرعية والعلم وقد نشط الندوى ثلة من الاساتذة يتقدمهم الشيخ احمد ميخوطي عضو نجلة الاهلة بمدنية الشؤوني الدينية والاوقاف لولاية تندوف بمعية الاستاذ احمد مفتاح رئيس مصلحة نشاطات الشباب ومهتم بعلم الفلك مع الاشارة الى وجود من يمثل عدة جمعيات ثقافية ودينية من قطاعات متعددة كقطاع الشباب ورياضة وقطاع الشؤون الدينية والاوقاف بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم هذه التغطية على كل حل المكتب الرئيسي للمواطن العمومية نظامت هذه الجلسة الدينية والعلمية حول بعنوان تحري هلال رمضان بين الرؤية الشرعية والعلم استضفنا في هذه الجلسة الشيخ الامام احمد مبخوتي عضو لجنة الشؤون الدينية وامام بمدينة تندوف كذلك من الناحية العلمية استضفنا كذلك الاستاذ احمد مفتاح اطار بمدري الشؤون الدينية ورئيس مصلحة الشباب ومهتم بعلم الفلك الهلال واعطاء هذه السنة الحميدة طابعها الذي غاب نوعا ما عن المجتمع الجزائيكا ليلة الترسجد هلال رمضان نحن نحيي هذه السنة المباركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كحيث كان يترقب هلال رمضان وكان يامر اصحابه برؤية بترق برؤية هلال رمضان وكان كذلك يستبشر ويفرح لقدوم هذا الشهر فكذلك يجب معناع المسلمين جميعا ان يفرحوا وان يستبشروا بمقدم هذا الشهر وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يهنئ اصحابه بقدوم هذا الشهر فكان يقول اللهم اهل له علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام اربي واربك الله هلال خير وبرك بسم الله الرحمن الرحيم التجربة اثبتت انه لا توجد رؤية مئة في المئة من اجل اثبات ان القمر في مرحلة المحاق موجود في هذا الاتجاه افتراضيا وببعض الحسابات الفلكية يمكن تحديد موقع المحاق وهو الهلال الجديد وتبقى الرؤية باستعمال اجهزة او بالعين المجرد احسن طريقة مع الاعتماد على طبعا على الحسابات الفلكية هناك جهاز تيليسكوب سنحاول ضبط الجهاز في الاتجاه المفترض ولو حالة فنلحظ سنرى المحاق او الهلال الجديد وفي الاخير فقد ثبت رؤية الهلال ليكون اول ايام رمضان الفضيل هو يوم الخميس الثالث وعشرين مارس الفين وثلاثة وعشرين رمضان مبارك سعيد اشتركوا في القناة